خيوض القصة الكاملة تبدأ في فترة تولي الرئيس هيمانويل ماكرون الحقيبة الوزرية في حكومة فرانسوا هولند كوزير للاقتصاد الفرنسي ما بين عامي 2014 إلى غاية 2016 حينها اندلع توطر بين سائق سيارات الأجرى ونظرائهم من الشركة الأجنبية الباخ بعد سنوات تسريبات عن صفقة سرية بين ماكرون وأوباغ تضع الرئيس الفرنسي في قلبي فضيحة الغارديان والوموند كشفت عن مكالمات هاتفية واجتماعات عقدت في مكتب وزير الاقتصاد سابقا من أجل مساعدة الشركة على تعزيز موقعها في سوق النقل الفرنسية الصفقة السرية أصبحت علنية بعدما نشرت ليس فقط في الأوسط الإعلامية بل وصلت إلى الجمعية الوطنية الفرنسية لتزيد من متاعب الرئيس الفرنسي عقب فشله في الحصول على الأغلبية البرلمدية في الانتخابات التشريعية الأخيرة أمام صعود غير مسبوق لليسار الراديكالي الذي ما كان ليضيع فرصة فضيحة أوباغ ليصوب سهام الاتهام إلى إمانويل ماكرون رئيس التحالف اليصاري جون لوك ميلانشو طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمدية لكشف ملابسات الترخيص المقدم لشركة أوباغ ليس هذا فحسب بل متاعب ماكرون امتدت إلى جهازه التنفيذي حيث تعرضت حكومة إليزابيت بورن في أقل من شهرين من تعيينها لمحاولة حجب الثقة حيث تحصلت على تأييد 146 نائب فضيحة أمانويل ماكرون مع شركة أوباغ على هولها والزخم الإعلامي الذي رفقها ووصفها من طرف البرلمانيين بأنها سرقة للفرنسيين إلى أن الرئيس السابق فرانسوا هولند الذي كان المسؤول الأول والمباشر على أمانويل ماكرون تنكر لها وقال أن الإليزي لم يكن على دراية بوجود الصفقة شكرا